بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا ومرحبا بأبنائي وبناتي الطلاب والطالبات من أبنائي وبنات الصف الخامس الابتدائي أسعد كثيرا 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 بلقياكم في درس جديد من دروسي مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية للصف الخامس الابتدائي أرحب بكم أجملة وأحسن ترحيب في مطلع هذا الدرس كما أرحب بزميلي من لغة الإشارة الأستاذ فواز العقيل وإلى بطاقة درسنا لهذا اليوم أولا الصف أو المرحلة الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الأول المادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية موضوع الدرس هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة موضوع الدرس هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة وإلى أهدافنا التي نسعى إلى تحقيقها جميعا أنا وإياكم بإذن الله تعالى أولا أن يستنبط الطالب أو الطالبة معنى إسباغ الوضوء ثانيا أن يعدد الطالب أو الطالبة طريقتين تسهمان في الحفاظ على الماء أيضا أن يحفظ الطالب أو الطالبة الذكرى بعد الوضوء حفظا متقنا أيضا أن يستنتج الطالب أو الطالبة عدد أبواب الجنة أن يستنتج الطالب أو الطالبة عدد أبواب الجنة هذا الكتاب الذي أمامكم أي كتاب؟ أحسنتم بارك الله فيكم إذن هو كتاب الدراسات الإسلامية وكما تعلمون أنه مقسم إلى ثلاثة أقسام التوحيد الحديث والسيرة الفقه والسلوك للصف الخامس الابتدائي وهذه هي الصفحة الفهارس التي من خلالها يمكننا الوصول إلى درس اليوم ومعرفة موقع الدرس إذن الدرس الأول أو عنوان الوحدة النبي صلى الله عليه وسلم في طهارته الدرس الأول هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة في صفحة خمسين في صفحة خمسين فافتحوا على هذه الصفحة هذه هي الوحدة النبي صلى الله عليه وسلم في طهارته والآن إلى فقرات درسنا لهذا اليوم التي بإذن الله سنستفيد منها ونتعلم ونستمتع فقرات الدرس أقتدي بنبيي صلى الله عليه وسلم وأتوضأ لكل صلاة عدد مرات الغسل والتيسير في ذلك الاقتصاد في استعمال الماء وعدم الإسراف فضل الوضوء والذكر بعده بعض الطرق التي تسهم في ترشيد استهلاك الماء هذه بعض فقراتنا التي بإذن الله تعالى سأستمتع أنا وإياكم ونستفيد ونتعلم من خلال درس اليوم هذا هو درس اليوم عنوانه هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة وهذا هو رابط الدرس الرقمي الذي من خلاله يمكنكم الدخول عبر الأجهزة الحديثة للدخول على هذا الدرس والاستفادة من الخدمات الموجودة إذن هذا هو درس اليوم في صفحة خمسين هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة النبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في العبادة وفي شؤون حياتنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله جل وعلا رحمة للعالمين وهو القدوة الذي نقتدي به نحن ننظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ننظر إلى سلوكه إلى عبادته إلى أخلاقه ونقتدي به ونقلده في هذه الأمور كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة ولو كان على طهارة وفي بعض الأحيان كان يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد انظروا السنة أن المسلم يتوضأ لكل صلاة حتى لو كان على الطهارة لماذا؟ لأن الوضوء عبادة من العبادات الوضوء عبادة فكلما توضأت فأنت تتعبد الله عز وجل وتزيد حسناتك ولكن هذا الأمر ليس أمرا واجبا إنما هو أمر مستحب ألا وهو أنني أتوضأ وأنا على طهارة ولكن إذا كنت محدثا فواجب علي أن أتوضأ إذن أتوضأ وجوبا إذا كنت على غير طهارة أما إذا كنت متطهرا فيستحب لي أن أتوضأ حتى ولو كنت متوضئا لأن هذا الوضوء به عبادة من العبادات وفيه استجابة لأمر الله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ولكنه في بعض الأحيان كان يصلي أكثر من صلاة بوضوء واحد حتى يبين لأمته أن هذا الأمر جائز وقد يحتاج الإنسان أحيانا قد لا يتوفر له الماء بشكل كبير فقد يترك هذا الأمر أو قد يكون مستعجلا أو قد يكون متعبا وهو على طهارة فلا يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة تيسيرا من ربنا جل وعلا للمسلمين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا تارة وهذا تارة إذن الأفضل أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن نتوضأ لكل صلاة وإذا لم نستطع فإنه إذا كان المسلم على طهارة فيكفيه وضوءه السابق انظروا لهذين الشابين ماذا يفعلان؟ لاحظوا ماذا يفعلان؟ هذا شاب يتوضأ وهذا ربما أنه يعلم صاحبه انظروا إليه يتعلم ولذلك المسلم دائما يكون ناشرا للخير يعلم أصحابه وانظروا إليهم بأدب وهدوء قد تعاونوا وهذا الشيء جيد أن الإنسان أو أن المسلم يتعاون مع أخيه المسلم على الخير وعلى البر والتقوى تيسيره صلى الله عليه وسلم في أمور الطهارة كما قلنا لكم بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة ولو كان على طهارة وفي بعض الأحيان الأخرى أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي أكثر من صلاة بطهارة واحدة بوضوء واحد كذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن السنة في الوضوء أننا نفعل كل شيء ثلاث مرات إلا مسح الرأس فإننا نتمضمض ثلاثا نستنشق ثلاثا نغسل وجوهنا ثلاثا نغسل أيدينا إلى المرافق ثلاثا نغسل أرجلنا ثلاثا ولكنه صلى الله عليه وسلم أيضا بيّن لنا أنه يجوز أن نقتصر على مرة واحدة تيسيرا ورحمة بالمسلمين فكما كان في الوضوء يتوضى عدة صلوات بطهارة واحدة وأحيانا يتوضى لكل صلاة فكذلك هنا كان يغسل ثلاثا ثلاثا وأحيانا لا يقتصر على مرة وأحيانا على مرتين فالأمر واسع وبه تيسير في هذا الدين فإن الدين يسر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اليسر في أموره كلها اليسر يعني عدم التشديد والتضييق على الناس ومن ذلك تيسيره في أمور طهارته فقد كان يتوضأ بغسل الأعضاء ثلاثا ثلاثا وقد توضأ بغسل الأعضاء مرة مرة ومرتين مرتين تيسيرا على أمته ومن تيسيره في الوضوء أنه كان صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسه على الخفين إذا لبسهما على طهارة الآن لدينا الجوارب أو الشراط أو غير ذلك من هذه الأمور التي تكون ساترة للكعب إذا لبسها المسلم على طهارة فإنه يجوز أن يمسح عليها يجوز أن يمسح عليها تيسيرا على الأمة لأن المسلم قد يكون يلبس هذا الشراب وقد يكون في أيام البرد أو غير ذلك وفي نزعه ثم الوضوء وتكون الرجل مبللة ثم لبس الشراب مرة أخر فيه مشقة ولذلك ديننا يسر على المسلمين فجعل المسح لهذا الخف بتبليل اليد تبليلا يسيرا حتى لا يغسل هذا الخف ولا يغسل هذا الشراب ويمسح مسحا خفيفا على هذا الشراب دون أن ينزعه ودون أن يحتاج إلى غسل رجله انظروا إلى ديننا كيف التيسير فيه وكيف يرفع الحرج والمشقة والصعوبة عن الناس اقتصاده صلى الله عليه وسلم في استعمال الماء للطهارة اقتصاده صلى الله عليه وسلم في استعمال الماء للطهارة رغم أن هذه الطهارة هي لأجل عبادة وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير من تعبد ربه ومع ذلك هو صلى الله عليه وسلم كان قدوة في عدم الإسراف في استخدام الماء حتى في الوضوء حتى في الطهارة إذن لماذا؟ لأن هذا الماء نعمة من الله جل وعلا أليس كذلك؟ هذا الماء نعمة أو ليس نعمة؟ أحسنتم هو نعمة من الله جل وعلا ولذلك يجب علينا أن نحافظ عليه أم لا؟ أحسنتم نحافظ عليه نحافظ عليه بل إنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى أصحابه عن الإسراف في الماء وإن كان ذلك في الوضوء فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الوضوء فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم إذن رجل يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم السائل هو هذا الرجل المجيب هو الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمؤمنين هو سؤال يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له الجواب هكذا وكذا وكذا لا لم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وإنما أتى ليتوضأ أمامه ليشاهد هذا الرجل انظروا كيف النبي صلى الله عليه وسلم متواضع كيف يخدم الناس صلى الله عليه وسلم كيف يعلم الناس ولذلك نحن نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودائما إذا ذكر عندنا نصلي ونسلم عليه صلى الله عليه وسلم توضع النبي صلى الله عليه وسلم وغسل ثلاثا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذا هو الحد وأن هذا هو الأفضل وأنه لا هدي خير من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم لا يأتي شخص فيما بعد يقول ثلاث أنا أغسر أربع أحسن أربع أنا أغسر خمس أريد أن أزيد هذا لا يجوز إذا فعل ذلك هل تأتي الحسنات أم تأتي السيئات أحسنتم السيئات لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذا أساء لاحظوا العبارة أساء لم يكتفي بهذه العبارة قال وتعدى ثم بعد ذلك قال وظلم انظروا لهذا الوصف لمن زاد في استخدام الماء وبالغ في استخدام الماء وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فضل الوضوء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء لاحظوا معي هذا الحديث مليء جداً بالفوائد ما منكم من المقصود بما منكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما منكم من أحد يتوضأ حسنتم من المسلمين إذا توضأ المسلم أي شخص رجل امرأة ذكر أنثى أي شخص يتوضأ فإنه يحصل له هذا الخير وهذا الأجر من الله جل وعلا ما هو الفعل المطلوب؟ يتوضأ إذن الوضوء عبادة لكيف عرفنا أنها عبادة؟ لأن الله يحب ويرضاها ويعطي عليها الأجور والحسنات سبحانه وتعالى ليس فقط يتوضأ لاحظوا وإنما يجيد الوضوء فيبلغ أو فيبلغ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء يجعل الوضوء تاماً الوضوء كاملاً دون زيادة ودون نقصان يعم جميع الأعضاء يغسل جميع الأعضاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ثم يقول إذن لدينا الآن الفعل الأول هو ماذا؟ الوضوء هذا الوضوء وضوء تام من كامل ثم بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية على فضل عظيم خير كبير من الله سبحانه وتعالى إذن أحيد ماذا نقول ماذا نقول بعد ما منكم من أحد يتوضى فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي هشاء إذن هذا فضل عظيم وهذا الذكر يحفظ يحفظ ويقال بعد الوضوء يقال بعد الوضوء إذا وضبنا عليه سنحفظه لأننا كل يوم سنقوله خمس مرات فسيكون حفظه يسيرا هنا سؤال كم عدد أبواب الجنة؟ من منكم انتبه إلى عدد أبواب الجنة مذكورة في هذا الحديث؟ أحسنتم عدد أبواب الجنة ثمانية أبواب قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي هشاء يختار من أي أبواب الجنة يدخل منها إذن عرفنا معنى فيبلغ أو فيسبغ الوضوء بمعنى أن يتمه ويكمله فيوصله مواضعه على الوجه المشروع على الوجه المشروع دون زيادة أو نقصان إذن يتم الوضوء يكمل الوضوء يوصله إلى مواضعه على الوجه المشروع راوي هذا الحديث هو الخليفة الثاني من الخلفاء الراشدين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرجل العادل الرجل الفقيه الصحابي الذي كان دائما يصحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقف عند كتاب الله وكان رضي الله عنه قويا شجاعا عادلا متواضعا وكان أيضا صاحب علم وزهد وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي يكنى بأبي حفص يكنى بأبي حفص إذن هو أبو حفص عمر بن الخطاب القرشي يلقب بالفاروق وهو ثاني الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة النبي صلى الله عليه وسلم عد صحابة قال فلان في الجنة فلان في الجنة أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة واثمان في الجنة وعلي في الجنة المهم ذكر منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه من أهم صفاته القوة والشجاعة والعدل والتواضع والعلم والزهد إذن نستفيد من هذا الحديث ماذا نستفيد؟ أحسنتم نستفيد فاضل إسباغ الوضوء ذكرناها قبل قليل ورقمناها وأنه سبب لدخول الجنة وأن الجنة كم لها من باب؟ إحسنتم ثمانية أبواب وأنه يستحب أن يقول المسلم بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إذن أنا أستفيد من هذه الأمور حتى أطبقها وأعمل بها وأحرص على نظافة بدني وثيابي وطهارتهما لأن ديني حثني على النظافة والطهارة وأحرص على الاقتصاد في استعمال الماء وعدم الإصراف وأحرص على إسباغ الوضوء نشاط واحد حرصت وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية على توفير المياه والاقتصاد في استعمالها فأوجدت بعض الأدوات التي ترشد في استهلاك المياه أذكر طرائق أخرى يمكن أن تساعد في توفير المياه ما رأيكم أي الطرق؟ أحسنتم نثقف هذا الجيل نوعيهم ننشر هذه الثقافة فيما بين الناس إذن بث الوعي ونشره بين الناس أن أكون أنا قدوة لغيري في الاقتصاد في استخدام الماء أيضا الاستفادة من بعض الجهات الحكومية المهتمة بهذا مثل البرنامج الوطني لترشيد استهلاك المياه وغير ذلك ما علاقة هذه الفكرة بموضوع الدرس؟ لماذا نتكلم عن الاقتصاد في استخدام الماء؟ قد يفهم بعض الناس أن الحديث حينما قال إسباغ الوضوء أن المسلم يسرف في الوضوء لا لا ليس هذا هو المقصود وإنما تعميم أعضاء الوضوء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضع بالمد وهو شيء قليل جدا ولذلك أهم شيء أن تعمم أعضاء الوضوء ولا ينقص عن ذلك أن الحديث يصفه اقتصاد النبي صلى الله عليه وسلم في استخدام الماء وفي ماء الوضوء وهو قدوتنا في شؤون ديننا ودنيانا حينما قال فمن زاد فقد أساء وتعدى هذا بإمكانكم النشاط أن تطبقوه مع زملائكم وبإشراف معلمكم التقويم استنتجوا فائدتين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفوائد أولا فضل إسباغ الوضوء ثانيا فضل الذكر بعد الوضوء إذن هذه بعض الفوائد وبإمكانكم استخراج فوائد أخرى إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام درسنا ألقاكم بإذن الله تعالى في درس جديد وأنتم ونحن في خير وعلى خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته